أول تمن واجب علينا ندفعه لحماية الرضا في قلوبنا هو النظر لما وراء الغيبيات من فعل الله اللي بيدبر فيها مسارات منجية لكل عبد أنت عندك عين بتشوف الأحداث وعندك قلبي بيرى المعاني اللي من وراء الأحداث فطول ما أنت ماشي كده بتتعامل مع خلق الله افتح سكرين خلي قلبك شايف فيها الغيب ما وراء الغيب فعل الله فيك المنجي إيه حكاية السكرين دي علمه لنا المتخصصين أن أنت وأنت بتتكلم مع الناس دايما تبقى فاتح الشاشات قدامك هضرب لك مثال لو أنا بتكلم في الموت دلوقتي ودخل حد عنده حالة وفاة غصبا عني فتحت سكرين شايفوا فيها عشان أخد بالي أن الكلام يبقى بردا وسلاما ما يبقاش قاسي لو أنا بتكلم مثلا في درس فقه وفجأة دخل الشيخ اللي علمني الفقه فاتح سكرين إن مولانا قاعد فوأنا بتكلم واخد بالي كأن وانا بتعامل في حاجة في بالي تانية فاتح لها شاشة طول ما أنت ماشي في شاشة مفتوحة قلبك يرى فيها تدبير الله للغيب مسارات منجية من كل حدث ربنا بيدبرها لك بكده تحمل رضا في قلبك شوف ربنا إزاي فتح لسيدنا موسى رؤية قلبه على الغيب وإزاي ربنا دبر لي المسارات المنجية لغاية ما وصله بسلام للنبوة يوم سيدنا موسى طلب من ربنا إن أخوه هارون ييجي معال فرعون علشان يأيده قال له اديتك طلبك ودي هتبقى تاني نعمة ولقد مننا عليك مرة أخرى أم للنعمة الأولى إيه يا رب؟ قال إذ أوحينا إلى أمي كما يوح هحكي لك بقى الغيب وإنت صغير اللي ممكن ما تفتكروش إذ أوحينا إلى أمي كما يوح أني قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل شوف ربنا لما يؤمر البحر ما يغرأش سيدنا موسى فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ستنا أسيا لما شافت سيدنا موسى قالت قرة عيني مني ولك لا محدش موته ده وألقيت عليك محبة مني وليتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزل وقتلت نفسا تعرف المشهد ده كله هو اللي جابك هنا عند سيدنا شعيب واتجوزت بنته ثم رحت للنبوة بعد كده وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونة فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى شاشة الغيبيات كان فيها أقدار افتح عينيك عليها دايما باستمرار لا تنشغل فقط بظاهر الأحداث انشغل بما وراء الأحداث من يد الله المدبرة وسيدنا ابن عطاء الله يقول لك كده يقول لك يخفف عنك ألم البلاء علمك بأن الله هو المبلي لك انت شايف في الشاشة بتاعت الغيبيات من اللي فعل على الحقيقة علمك بأن الله هو المبلي لك فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار لو بصيت في تاريخك مع الله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب زي ما ربنا قال في القرآن فدايما خليك فاتح الاسكرين الشاشة دي ترى بقلبك من وراء الأحداث الفاعل الحقيقي الذي يدبر لك مسارات منجية بكده ده أول تمن تحمي بي الرضا في قلبك ترجمة نانسي قنقر